بسم الله الرحمن الرحيم نستمر في شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم ونبقى مع الوحدة الأولى مقدمة عامة في تقييم وتشخيص صعوبات التعلم مع الدرس الثاني عشر بعنوان محكات تشخيص صعوبات التعلم طبعا يوجد لدينا بعض المؤشرات العامة المتفق عليها للتعرف إلى ذوي صعوبات التعلم على الرغم من وجود عدد من التعريفات الخاصة بهم وهذه المحكات هي عبارة عن مبادئ اتفق عليها المتخصصون واستخدمت كمحكات في معرفة ذوي صعوبات التعلم وسنتناول عدد من هذه المحكات أولا محك التباعد أو التباين طبعا الأطفال ذوي صعوبات التعلم يظهرون تباعدا في واحد من المحكين الآتيين أو كلهما أولا تباعدا واضحا في نمو العديد من أنماط السلوك النفسية مثل إيش هذه الأنماط مثل الانتباه التمييز اللغة القدرة البصرية الذاكرة إدراك العلاقات أيضا يظهرون تباعدا واضحا بين قدراتهم الحقيقية وأدائهم الفعلي الحالي وهذا نستطيع أن نتعرف عليه من خلال اختبارات الذكاء والاختبارات التحصيلية مقارنة طبعا بزملائهم من العمر والصف الدراسي نفسيهما فهم يظهرون انخفاضا في التحصيل الدراسي عن زملائهم العاديين مع أنهم يتمتعون بذكاء عادي أو فوق المتوسط إلى أنهم يظهرون صعوبة في بعض العمليات المتصلة بالتعلم أما المحك الآتي فهو محك الاستبعاد وهنا نقول يستثمى من حالات صعوبات التعلم ذو الإعاقة العقلية والإعاقة الحسية والاضطرابات الانفعالية الشديدة والمصابون بمشكلات السمع والبصر وعيوبهما ونقص فرص التعليم لأنه طبعا ينجم عن هذه الحالات تحصيل دراسي منخفض وتصنف خطأ ضمن صعوبات التعلم ثالثا محك التربية الخاصة ويعتمد هذا المحك على أساس أن الأطفال الذين لديهم صعوبات التعلم يحتاجون إلى طرائق خاصة في التعلم تتناسب مع صعوباتهم وتعالى الصعوباتهم التعليمية الناجمة عن وجود بعض الاضطرابات النمائية التي تعوق قدرة الطفل على التعلم أو تمنحها وتختلف هذه الطريقة عن الطرائق العادية في التعلم أما آخر محك نتكلم عنه ألا وهو محك الاستجابة للمعالجة طبعا الآن قانون الفدرالي لعام 2004 تضمن عدد من التعديلات وظهر هذا المعيار الجديد كبديل آخر لتعرف صعوبات التعلم ويعتمد هذا الأسلوب على تحليل استجابة الطفل للتدريس عند تقديم مهمات مرتبطة بالمنهج وينظر إلى ضعف استجابة الطفل على أنها مؤشر لانخفاض التحصيل وبأنه يعاني من صعوبة التعلم تحد من إنجازه الأكاديمي ويعتمد معيار الاستجابة للمعالجة على عنصرين أساسيين هما أولا تقديم نوعية عالية الجودة من التدريس ثانيا المراقبة المستمرة لتطور الطفل وتقدمه ترجمة نانسي قنقر